اشتركوا في القناة جاوز عما تعلم أنك أنت الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم صلي على محمد وآل محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام لا زال الكلام في الفهرست الحسيني ومن أهم مصادرنا ومن أهم كتبنا ومن أهم المقاتل التي وصلت إلينا هو كتابه اللهوف على قتل الطفوف أو كما يسميه البعض الملهوف على قتيد الطفوف أو الملهوف في قتل الطفوف عفوا ولعله السبب في تغير هذا الإسم هو انتشاره بين الناس الناس تغير مرة يسمون واحد محمد مرة يسمونه أبو جاسم مرة يسمونه أبو حميدة وهكذا أبو حميد الناس هي كيف تغير بالأسماء فكثر ما نشوف أنه تغير أيضا بأسماء الكتب على مر التاريخ وربما لا خطية المسكين المؤلف ونفس الكتاب قد أثبت اسمه ولكن الناس يغيرونه ويحرفون باسمه على كل كتاب اللهوف على قتل الطفوف تأليف العلم الحجة الحبر الرضي المرحوم السيد علي بن طاوس اليماني الحلي البغدادي والسيد علي بن طاوس من أسرة آل طاوس سادة من السادة الموسوية عفوا من السادة الحسنية وكان في بغداد طبعا العائلة بين الحجاز وبين الحلة وحتى قبورهم الآن بالحلة وفي بغداد سكنوا مدة طويلة لأن السيد بن طاوس كان فترة في بغداد ساكن هو نقيب السادة العلويين الطالبين ونقيب الأشراف السادة كان في بغداد والسيد رحمة الله عليه السيد بن طاوس من الناس اللي صاحب يعني قدرة عظيمة وعنده فرد مؤلفات كثيرة في قضايا الأدعية كتب كثيرة مثل كتاب الإقبال كتاب جمال الأسبوع كتاب الاستخارات كتاب المستطرف كتاب الطرائف كتب كثيرة كذلك والده كذلك ابنه كذلك ابن عمه أسره كلهم علمية وكلهم مؤلفين وعدهم مؤلفات وحقيقة كتب السيدة بن طاوس السيدة علي بن طاوس لا غنى لأي إنسان موالي شيعي باحث مؤمن خطيب خدام الحسين لا غنى عن كتبه لأنه كتبه جدا مهمة إخواني فالإنسان لازم دائما يحرص على أن يطالع كتب السيدة بن طاوس لأنه كتب مهمة جدا زيه في قضايا الدعاء قضايا المزار قضايا التأريخ قضايا المقاتل وغيرها زيه الظاهر أخواني الظاهر أنه من جملة من المحققين وجملة من القعائن تشير إلى أول مقتل كتبه عن الإمام الحسين عليه السلام هو ليس مقتل أبي مخنف لا ولا مقتل ابن نما الحلي ولا حتى كتاب اللهوف يقال أنه أول مذكور هكذا في كتب الفهارس القديمة بعض العلماء أشار أنه أول كتاب ألف كمقتل ذكره أيضا النجاشي في الفهرست كذلك العلامة الشيخ أغاب الزرق الطهراني في الذريعة أول كتاب أو مقتل ذكر عن الحسين عليه السلام هو كتبه الأصبغ التابعي الجليل الأصبغ ابن نباتة المجاشعي التميمي والأصبغ كما معلوم أخواني من أصحاب أمير المونين وكان من أصحابه من المقربين للإمام علي وكان بجانبه دائما في الكوفة في حروبه في أماكن كثيرة يقال أنه الأصبغ هو أول رجل إنسان كتبه مقتلا للإمام الحسين صلواته الله عليه لأنه قد عمر بعد الإمام علي عليه السلام هذا الرجل ومات بعد المئة الهجرية يعني هذا الأصبغ مات ورى مية سنة مية هجرية وقعت الطفل سنة واحد ستة هجرية فكان موجود الأصبغ بالنباتة جرت أيضا سيرة الأصحاب من بعد الأصبغ بالنباتة يدونون السيرة الحسينية والمقاتل فجاء أيضا منه ابن مزاحم أيضا ابن مزاحم المنقري صاحب كتاب وقعة الصفين أيضا إجا كتب مقتلا في الحسين عليه السلام ثم توالت من بعد كتابة المقاتل وكل من يذكر طرف غابة عن الآخر أو وجد خبرا عن الآخر طبعا كله بإسناد إسناد والأخبار تتناقل بشكل مسلسل صحيح السيد ابن طاوس عالم من طراز خاص شاف أنه الإمام الحسين عليه السلام أكو أشياء بالمقتل لم تذكر هو بالنتيجة عنده مصادر قديمة عنده أخبار قديمة فلما ألف اللهوف كأنما كتاب اللهوف على قتل الطفوف هذا كتابنا اللي إحنا الآن نتكلم عنه هو كأنما حلقة وربط وسلسلة بينما ألف سابقا وبينما سيؤلف بالآتي لماذا؟ لأن هو في المقدمة السيد يقول يقول أن من فضل الله علي لم أعرف أحدا سبقني إلى مثله بالمقدمة قال أنه من حمد لله الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى أنه أنا ذكرت أشياء أو صنفت أو بيّنت بهذه الطريقة أشياء اللي ما حد سبقني إلها سابقا وما أصور واحد رح يأتي يسبقني إلى شيء إلا اللهم يأتي بشيء جديد بأسلوب جديد وفعلا كتب بعده لكتاب اللوف كتبت كثير مقاتل كل من أسلوبه كل من أجه بطريقة معينة بيّن بها واقعة الطف وقضية الإمام الحسين صلواته الله وسلامه عليه زين رتب الكتاب هذا اللوف على ثلاث مسالك المسلك الأول الأمور المتقدمة على القتال قضية الكوفة ومسلم والفتنة اللي صارت وقضية هانئ بن عروة وغيرها زين المسلك الثاني في وصف حال القتال اللي صار يوم عاش وراء زين والمسلك الثالث في الأمور المتأخرة عن مقتل الحسين يعني السيد كأنما خاض ذن المسالك الثلاث حتى يصل إلى مسلك مهم في الأخير وهو قضية زيارة الأربعين السيد أبن طاوس من بين الناس الذين أثبتوا وقوع زيارة الأربعين وتفاصيل زيارة الأربعين ومجيء السيدة زينب صلوات الله عليها والإمام السجاد وسبايا آل الرسول إلى كربلاء بهذه التفاصيل التي ذكرها السيد أبن طاوس في كتاب اللهوف واللي يحب يراجع يلقى هاي التفاصيل موجودة هناك زين فالسيد يكاد متفرداً في بعض أسلوبه زين أكو شيء أريد أذكره يعني شوي هو أنه أنا أخوكم الصغير وجدت في كتاب الإقبال للسيد أبن طاوس يعني أنا اللهوف غيره من الكتب السيد أبن طاوس هو يقاري كتب وهو يعد من كتبه اللهوف هذا مقتل على قتل الطفوف عنده كتاب السيد أبن طاوس اسمه إقبال الأعمال في الأدعية والزيارات وما أشفر أيضاً كتاب عظيم جداً فيه فوائد كثيرة قرأت فيه فصل أعمال يوم عاشوراء فيه كتاب الإقبال للسيد أبن طاوس أعمال ذاكر وذاكر فرد كلمة قصيرة جداً قايل السيد هناك فيه أعمال يوم عاشوراء قايل أنه أنا عندي كتاب اسمه اللهوف على قتل الطفوف يعني هذا أشار إلى هذا الكتاب اللي هسه تكلمنا عنه قال فأني سأورد مختصراً رح أذكر مختصراً من كتاب اللهوف هنانا فيه كتاب إقبال الأعمال وهنا بهذا الفصل وهنا هسه رح أذكر مختصر ها من الكتاب حتى اللي يريد يسوي أعمال عاشوراء يقرأ هذا المختصر كأنه ماشلون مقتل حزين مختصر مقتل صغير يقرأ لأجل الثواب فاش قال قال وإني ذاكر لكم مختصر كتاب اللهوف وأدرجه كمختصر ومقتصر يقرأ يوم عاشوراء لأجل الندبة شنو سمى سمى اللطيف في التصنيف في شرح السعادة بشهادة صاحب المقام الشريف هكذا ذكر السيد ابن طاوس ولعله الأخوة يظهرون هذا الكتاب المختصر لأنني ماذا صنعت بعدها أخذت هذا المختصر من كتاب الإقبال وجعلت له مقدمة وترجمة للسيد ابن طاوس وحققت النص هذا المختصر وأضفت علي بعض الروايات وبعض الحواشي المهمة وجعلت في الأخير مستدرك من كلمات الحسين وطبعته طبعته تقريبا قبل سنة ونص أو أكثر طبعت هذا المختصر تحت عنوان اللطيف في التصنيف في شرح السعادة في شرح السعادة بالشهادة صاحب المقام الشريف يعني الحسين عليه السلام فصار اللهوف وأنا حقيقته مختصرة لأنه حقيقة الكتابين مهمات جدا ثراء للمكتبة الشيعية خصوصا السيدة وانطاوس من مفاخر من مفاخر التشيء حقيقة أضوان الله تعالى أعلم سددنا الله وإياكم على القول الثابت إن شاء الله وعلى محبة الحسين صلى الله عليه للتوفيق للجميع ولا تنسوني والدي بالدعاء إخواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة